اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمانا كلية عبدالله بن خالل الدراسات الإسلامية مع معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس أمانا جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والمشاريع والبرامج التطويرية بين هاتين المؤسستين التربويتين وذلك انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين كما التقى كل من سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمانا كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية وكذلك معالي رئيس مجلس أمانا جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالطلبة البحرينيين الدارسين بمختلف المراحل الدراسية في هذه الجامعة حيث تم إطلاعهم على المشاريع والبرامج التطويرية للجامعة خلال المرحلة القادمة وكذلك التعاون القائم بينهما وبين كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية والذي يأتي في إطار ما يربط البلدين من علاقات متميزة في كافة المجالات والتي تشكل نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية التي تربط بين الأشقاء على كافة الأصعدة في ظل التوجيهات الكريمة لجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معربا سعادت الوزير عن شكره بما يحظى به الطلب البحرينيون الدارسون في هذه الجامعة من رعاية واهتمام وكذلك مساواتهم بأشقائهم الطلبة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقد أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالمستوى المتطور والمتقدم الذي وصلت إليه الجامعة التي تعتبر صرحا علميا والبرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها وتعبر عن مستوى التعليم العالي في هذا البلد الشقيق كما أشاد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالمستوى المشرف للطلب البحرينيين الدارسين في الجامعة وما يبذلونهم من جهود طيبة أثناء دراستهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر